العدد الكبير من القتل الآن في صفوفهم ناجم عن وجود المتفجرات أصلا التي زرعوها وعندما أطلقت هذه القذيفة من الفلسطيني من فتحة نفق فأدى إلى سلسلة انفجارات عمليا في هذا المبنى وربما المبنى الآخر المجاور مثلا كويس فانجم نحن بالنائش هذا الموضوع بعدما قرأنا الخبر كفريق عمل وصلنا لأحد احتمالين الاحتمال الأول أن يكون هو خطأ إسرائيلي وساعتها يكون خطأ كبير جدا لو تفتكر حضرتك زي الخطأ من قريب لما قالوا لا داني الدبابة ضربت أصرت على المفاعل بدري ففجرت الأنفاة على عناصر المهانسين العسكريين وما شابه فهو قد يكون خطأ ولا ننسى الشيء برضو أن الفرقة 143 اللي منها اللي هو 261 دي فرقة الدفاع القليمي ليه فرقة غزة ليست فرقة قتالية بمعنى الكلمة زي 162 وفرقة 36 والتشكلات القتالية الأخرى يعني تدربهم أقل نسبيا فده بيداعم أو يدعم فكرة اللي احنا بنقول عليها الخطأ المحتمل من الجانب الإسرائيلي أنه تواجدوا في وقت واحد في وقت معين أثناء موضوع التفخيخ فبدون قصد حصد هذا الانفجار فحصل ما حصل الاحتمال الثاني وهو الرأي الآخر من الفريق الحقيقي أن يكون أن الجانب الفلسطيني هو من فخخ من فخخ أو ساهم في ذلك أو من قام بالإطلاق والتفجير مستطلعا العملية وده يعني بدون الدعاءات بطولة أو عدم بطولة مش مستبعد مش مستبعد لسبب لأن إيه اللي يخلي يتم التفجير في وجود كان 15 بعدين بنقول 24 هذا العدد الكبير مرة واحدة خلينا نركز في حياتة دي بعد إيه باختصار شديد أستاذ محمد طبيعة الإسرائيليين ما بيتجمعوش طبيعتهم حتى في القتال في المدن فاكن لما كنت بقولك أن فيه دبابة من فصيلة بتغلط وتشرد وتنفصل في تجاه وده خطأ يعني فإذاً بيحولوا بقادر مستوى أنهم يعني لما بيكون حتى فيه تجميع بيكون منظم وبعداد قليلة لا تزيد عن فصيلة مثلا في الأفراد ما بقاش بيها 10-15 سواء بيقاتل أو محتمي في مبنى ما يقدرش دي غلط عليه قد يكون الجانب الفلسطين احنا قلنا الخطأ وارد خلاص قد يكون الجانب الفلسطيني انتظر لأن طبعاً عملات التخفيف دي عمليات عسكرية مدروسة أنا أبقى عارف حتى أتفخخ إزاي أو أنا أبقى فخخ إزاي أك برضو فأنا أعارف أن في لحظة من اللحظات هيكون أكبر عدد من الأفراد الجنود الإسرائيليين هيكتمعوا فيما بين الدقيقة كذا والدقيقة كذا في المكان الفلاني أثناء ما قبل النهاية إشعال الفتيل والتجمير اللي هو تنفيذ عملات التفجير في اللحظة دي قد يكون لديهم وسيل التفجير تموا إصابة أي من المفجرات أو تم التعامل عن بعد بوسطة عناصر فلسطينية فالاحتمالين موجودين الحال بس هنا في نقطة لافتة في الإعلام الإسرائيلي وطبعاً شكراً أنك وضعت الاحتمالين عارة الإسرائيليين من مصلحتهم في هكذا عدد كبير من القتلى أنه لا يعطوا كأنه تسجيل أو تسديد هدف من الجانب الفلسطيني يعني بالنسبة إليهم سيكون أخف وطأ لو كان الخبر ناجم عن خطأ كي لا يقول أنه فلسطيني بس الإعلام الإسرائيلي مثلاً يدعوت أحرنوت القناة 13 كانوا عم بيحللوا ويشيروا إلى أنه في قضيفة أطلقت من الشاب الفلسطيني أو أي المسلح الفلسطيني ويتحدثوا عن خطأ أنه كيف لم يكتشفوا عملياً وجود فتحة نفق قريبة منهم وتجمعوا بهذا العدد الكبير اللي كانوا بين مزدوجين مقتنعين أنهم مسيطرين على المنطقة عارف أستاذ محمد شوف إحنا كده السؤالين مهمين للغاية والأي حد خاصة البحثين والطلباء ودارسين الدراسات العليا في العلوم العسكرية لابد أن يدعوا هذين السؤالين لأهمية شديدة في القتال في المدن أخطر حاجة بتحصل مع القوات خاصة القوات العاملة مش القوات اللي هي غير نظامية non-state actors زي الفصل الفلسطينية بيحصل فيه ثقة زيادة دايماً non-state actors آخر حاجة عنده الثقة زيادة وبيعمل بحذر دائماً عارف أنه أضعف ولازم يعتمد على قدراته من أهم الاعتبارات اللي هي الحذر الحذر الشديد القوات العاملة لا بيكون فيه ثقة تخيل حضرتك من ضمن الأعراض الجانبية السيئة من رفع الروح المعنوية الكتير للجنود اعطاهم الثقة الزائدة يعني الثقة التي تبث في الجنود لابد أن تكون بمعيار زي الدواء فأعتقد كان لديهم أعتقد زي موطة حضرتك أنه فيه بعد تكتيكي أنهما لازم يتجمعه في وقت معين قبل أو في خلال عملية الإعداد للتفجير خلاص إحنا متفقين وقد يكون الجانب الفلسطيني أو الفرد الفلسطيني الذي تم إطلاق القذيفة باعتبار صحة اللي هو الجانب الآخر من الفريق الذي نؤيد الفكرة على سبيل المثال اختغل هذه الفرصة وقد يكون خطأ منهم التجمع بيكون لحظة يا أستاذ محمد وده اللي بيدعم فكرة أن يكون فيه حد فلسطيني هو من أطلق وده اللي بيدعم المعارضة أو الصحف المعارضة أو مش لازم أقول معارضة هنا الموضوعية لأن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا أنا بعمل ميزان أقول غلطتي ولا أقول عدو قوي اللي أنا بقلل من قدرته وقوته هو من استهدف والله لو هو دي الحقيقة لا ده أنا هكذب يمكن يمكن واضطر أقول أن الخطأ من عندي وأنا علي الاعتراف بالخطأ بالديني برضو قوة في النهاية قد يكون كذلك أمس يعني عندما بدأ الخبر ينتشر في بعض الإعلام وضع ذلك في سياق معارك طاحنة في العرف العسكري الإسرائيلي إذا قالوا معارك طاحنة معناها أن نتوقع عدد كبير من القتلى الضباط والجنود يعني حتى محاولة إيجاد صياغة لتأكيد الخبر كان فيه نوع من الإرباك والاختلاف في الرواية إلى حد ما تبقى لما ورد لنا ورصدنا المعارك كانت طاحنة في خان يونس بلا شك وتذكر مبارح في لقاءنا الكريم في لقاء الكريم مع حضرتك أن كان فيه تركيز في اليوم السابق على الشمال وهنا ندرك شيء أن في الشمال كان رد فعل من الجانب الإسرائيلي أكثر مكان فعل وكان قبل منها بيوم كان فعل أكثر من الجانب الإسرائيلي في الوسط والجنوب ونلاحظ حاجة فاندم أن اللواء 261 ده كان في الشمال أصلا شارجان نفتكر الحيثة دي ونزل للجنوب من الشمال وده بيدي معنايين أنه كان في استقراءه أو في تقدير موقفه المخابراتي يتوقع برضه فعل شديد من الجانب الفلسطيني في الجنوب بعد ما استكان نسبيا وبدأ يرد في الشمال الحاجة الثانية فالطر يدعم بلواء من الشمال للجنوب يعني ما أخذش اللواء بره خالص كما يخفضوا القوات الجزء الثاني ليه ما أخذش من الوسط لأن القوات في الوسط بالكاد تكفي زي اللواء 646 من ظلي وأعتقد اللواء السابع من 36 ودي دخلة ومركزة قوي قوي على مصانع الأسلحة وبدأوا يشكوا في شيء لا ده ساكت بإرادته يعني بدأ الشعور ده يزيد أن الجانب الفلسطيني ساكت بإرادته لو إحنا قلنا يقين أنه يعني عدم نشاط أو عدم تزاد النشاط المعتاد بإرادته فإذا قد يكون تأدير القوة والخسائر غير حقيقي أو تأدير القوة الكبيرة اللي أنا بقول إنها 24 أو 25 أو 27 ألف وأنا قدرت أوصل لـ 8000 9000 منهم تلت اللي هم الضحايا من الفلسطينيين أو الشهداء يبقى أنا كده لا ده أهم أكتر من 27 وزي ما الناس بتقول لا ده 40 ويمكن 30 40 50 ألف أو أكتر فده بدأ يرجع عنده ميزان التقدير فه relationship